السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة سابقة اتكلمنا عن الكريدت كارد وازاي ان انت تدار تطلع من الكريدت كارد دي مكاسب بس صراحة ما شرحناش انواع الكروت في صديق ليا قال لي ان انت الاول كان مفروض تشرح انواع الكروت فعملت الحلقة دي بهدف ان انا اشرح ايه الفروء المختلفة بين انواع الكروت البنوك بتطلع انواع مختلفة من الكروت مش كل الكروت اللي بتطلع من البنك بتكون نوع واحد ممكن نقسم الانواع اللي بتطلعها الكروت البنكية الى ثلاث انواع رئيسية دي بيت كارد، كريدت كارد، بري بيت كارد الدي بيت كارد هي بطاقة للسحب من حسابك يعني انت لما بتروح البنك وتفتح حساب جاري او حساب ادخاري حساب جاري يعني بيحط فيه الفلوس بهدف انك تدار تسحبها في اي وقت براحتك، وحساب الدخاري يعني البنك بيستثمر لك فلوسك وبيحط لك عليها عائد ولكن بردك بتقدر تسحب فلوسك في اي وقت، الانواع دي من الحسابات بيقدر البنك يطلع عليك بيها دي بيت كارد، والدي بيت كارد ده بيعمل ايه؟ بتقدر تسحب من اي مكانة ATM من الحساب بتاعك، وما بتقدرش طبعا تسحب من الوداع او الشهادات لان الوداع او الشهادات او الحسابات الاستثمارية دي بتبقى حاجات مخاصة بان البنك يجمد الوديعة مسلا او الشهادة لفترة معينة ويستثمرها فبالتاني ما بتقدرش تفكها من خلال الكارت. الكارت بس بيتعامل مع الحسابات اللي هي الجارية او الادخارية ويقدر يسحب منها طول ما فيه رصيد هو بيقدر يسحب منها. يعني مسلا مرتب بتاعك ويتحول على الحساب وتقدر تسحبه بالدبت كارت عادي او المعاش بتاعك او وتقر. اما الكريدت كارت فسواء كانت فيزا او ماستر كارت او امريكان اكس بريس فدي مجرد شركات مختلفة هي اللي بتعمل الكريدت كارت. دي بتبقى فيزا بتبقى عبارة عن كارت مشتريات. بيشتري بتشتري من محلات او من على الانترنت زي ما انت عاوز طبعا بيقى فيه وفيه رقم سري وفيه خطوات لعملها. ولكن الشركة فيزا او ماستر كارت او امريكان اكس بريس بتبقى هي الشركة اللي بتقوم بعملية نقل الاموال بينك وبين صاحب السلعة زي ما شرحنا في الحلقة بتاعت الربح ونقل الاموال والكلام ده وبتاخد عملتها مش دي قصتنا. انت قصتك ايه بقى? انت قصتك ان انت لما تروح تشتري انت في الحقيقة بتشتري بالسلف. بتشتري بالسلف وهتدفع لاحقا في موعد اصدار الفاتورة. يعني انت اشتريت النهاردة مثلا اي مبلغ انت اشتريت بيه هو مش بيطلبك بانك تدفع المبلغ ده دي الوقتي ولا المبلغ ده موجود في حسابك. انت مشتري بالكريدت كارد يعني مشتري بالفيزا يعني الفلوس انت مدفعتهاش. ففي معاد معين بتصدر في الفاتورة بيختلف من كارت الكارت ومن نظام لنظام بيقولك ان مسلا انت عليك مبلغ كزا الشهر ده يعني يجمع لك كل مصاريفك يقولك مصاريفك كزا. وفي معاد للدفع. لو اتأخرت عن المعاد ده هتدفع غرامة عن كل فترة حتى كل يوم. يعني اخرت عن دفع المعاد ده لا فيش اي نقاش. يبقى اول مشكلة انك لازم تعرف ان انت اشتريت بالسلف. يعني انت انت هو صحيح قبلك بضع او ادك فلوس. ولكن انت في الحقيقة انت اشتريت بالايه? بالسلف اشتريت بالاجل. اجلت دفع تمن الحاجة. طيب. فيه ناس بتقولك ايه? خلي بالك انت ايه? انت ممكن ما تدفعش خالص. ومش يحصل لك حاجة. لا طبعا. ازا ما دفعتش خالص فالبنك ما انت ماضي مع البنك عقود. فممكن يرفع عليك قواضي وممكن يعمل عليك اه مشاكل جنائية. او ممكن ينتظر عليك ويضاعف في المبلغ. يضاعف في المبلغ. بس في حالة انك عدم ما بتدفعش بيعمل ايه بيعمل نيجاتف اي سكور عليك او بيعمل اه نشرة ليك. بحيس انك مقدرش تطلع اي من اي بنك تاني في المنظومة دي لان هما كده خلاص عارفوا ان انت ايه ما بتدفعش. طب في حل ايه? في حل ان انت لو معاكش فلوس تدفع حاجة اسمها الحد الادنى. يعني بقى في مسلا خمسة في المية او قيمة معاناة الحد الادنى اللي انت دفعت. ساعتها هيعمل ايه? ساعتها البنك مش هيسيح لك. يعني مش هيقول ان ان انت مسلا ما بتدفعش. ولكن المبلغ المتبقي عليك الدين اللي عليك الخمسة وتسعين في المية ده هو هياخد عليه ايه? هياخد عليه فوائد. او هياخد عليه آآ غرامات او هياخد عليه عمولات. تمام? يعني انت ارتحت بس من فكرة انه مش هيسيح لك ولكن هو كده في الاخر ايه? المبلغ اللي انت ما دفعتوش يبقى انت ما تسددش الحد الادنى بس. لو سددت الحد الادنى فمعناها ان المبلغ اللي عليك ده البنك هياخد عليه ايه? هياخد عليه فوائد. طبعا نفس القصة لو انت سحبت كاش لو سحبت كاش برضك البنك بياخد عمولة وفوائد وغرامات على القصة دي. يبقى الحالة الوحيدة ان انت في الكارد ما تدفعش مبالغ غرامات او تأخير هي انك تشتري وتسدد المفاتورة قبل موعد استحقاقها. تمام? وإلا فانت بتقع نفسك وتسدد المبلغ كاملا ازا سددت جزء منه فانت بتضع نفسك في مشكلة ايه? الغرامات. طبعا لو انت عايز تشوف التفاصيل في بعض الكروت في كارت واحد بس في الدنيا بيسمح لك بعملية التقسيط. وطبعا التقسيط ده مفروض ان هو مفروض في التقسيط بيكون بفلوس. يعني لما قصت حاجة كياني خد تمويل. فبدفع اكتر من تمنها. ففي بنوع بعض البنوك بتسمح لك بالتقسيط بدون فايدة. انت عشان تعرف كده ممكن تروح تشوف لايه الحلقة بتاعتنا اللي هي كان فيها الكلام عن وازاي نقدر اشتري حاجة واقصت من غير ما يدفع غرامات تأخير. تمام? ساعتها في حد معين او قصة معين لازم بتدفعها ولازم تاخد بالك من الشروط بتاعت الكارت كويس جدا. طيب. وما اللي الناس فاجأ عالبها وبتشتري بالاجل ليه? طيب انا مدفع خلاص بفلوسي عادي. يعني انا استفدت ايه دلوقتي من انا دفعت بالاجل ولو اتأخرت في الدفع هيخد عليها غرامة. ان انت قد تحصل على نقاط مكافئات. تحصل على نقاط مكافئات خصومات لما تستخدم الايه الكريدت كارد. طيب ازاي بيتم الحصول على الكريدت كارد? بضمان المرتب او وديعة تكون عاملها في البنك من خلال الضمان ده فانت بتقدر تحصل على الكريدت كارد ده. اما البريبيت كارد فهو نفس فكرة فيزا المشتريات ولكن المبالغ اللي فيها انت بتشحنها مسبقا. يعني بتضع فيها مبلغ مسبقا. وبعدها بتضع المبلغ ده بتبتري بعد كده ايه? تروح تشتري بيه. لما يخلص المبلغ بيتحول الى ايه? الى كارت فاضي ما تقدرش تشتري بيه. وبالتالي فهو اقمن شوية من الكريدت كارد للناس اللي مش عارفة تستخدم نظام الكريدت كارد. شكرا لكم يا جماعة حسن استماعكم. ارجو انكم تكونوا استفدتوا شيء من المحاضرة بتاعتكم. سلام عليكم.